إن شاء الله سنمسح دموع كل أهالي الضحايا الذين قضوا جراء العمليات الإرهابية إن شاء الله أيام قليلة تفصلنا وسنكون فوق رؤوس الإرهابيين بأسلحتنا ودباباتنا وجنودنا هؤلاء الإرهابيون سنقتلعهم من جذورهم حيثما وجدهم بهذه العبارات جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على القيام بعمليات برية لملاحقة الميليشيات الإرهابية لوقف التهديدات المستمرة لتلك الميليشيات التي تتخذ من شمال سوريا والعراق ملاذا لها فيما تتواصل الضربات الجوية التركية في كل من سوريا والعراق ضمن عملية المخلب السيف عملية وصفها وزير الدفاع التركي خلوص أكار بأنها أكبر وأشمل وأكثر العمليات الجوية العسكرية فعالية خلال الفترة الأخيرة وطالب حلفاء تركيا على سيام الولايات المتحدة بوقف دعم الميليشيات الكردية في سوريا والتي تعد الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في أوروبا وحتى في أمريكا المخلاب السيف التي حققت نجاحات في أيامها الأولى بتحييد مناطق تمركز تلك الميليشيات استطاعت أن تقتل قادة بارزين في تلك التنظيمات ما يفقدها بالنتيجة العقل المدبرة للعمليات الإرهابية التي طالت قلب تركيا النابضة بالسياحة في شارع تقسيم وسط اسطنبول العمليات العسكرية تصاحبها تحركات سياسية تركية لكسب الدعم الدولي لحقها في محاربة الإرهاب والحفاظ على استقرار أراضيها فقد أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب خلال لقائه نظيره القرقيزي نور لامبك شاكييف على ضرورة سن تشريعات تجري موجودة تلك المنظمات الإرهابية ومن يدعمها من الخارج كجماعة فتحالا جولن على أراضيها وهو ما يراه مراقبون وسيلة لتجفيف منابع الإرهاب والتضييق على تنظيماته ويبقى أن تتوافق الدعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حلفائها مع أفعالها وتبدي موقفا جدا وحاسما تجاه تلك التنظيمات